الحكاية الشعبية هي عمل أدبي بتم تناقله من جيل إلى آخر شفوياً بذلك تتغير نتيجة هذا التناقل من جيل إلى جيل ومن فرد إلى فرد كنتيجة طبيعية لهذا التناقل الشفوي الدائم تستمر الشعوب تحكي عشان تتعلم وتعلم وتقاوم الاستبداد لتحيى أيضاً بنهج ثقافي أيضاً وحكاية شعبية مختلفة جولات متكررة قاموا فيها مجموعة حكاية تعرفوا على حكواتيين تتمحور هدفهم الأساسي حول مركزية القصة في نمو الفرد والمجتمع عشان تنتصر القصة بكل أشكالها المختلفة المسرح والفنون وتكوين الهوية والحوار عبر الثقافات لحكايات الخرفية وحكايات المعتقدات وحتى المرح وحتى ممكن تكون قصص نادرة جداً تتجلى من خلال أسبوع مليء بحكاية البسطاء بتعدينا نناقش هذا الموضوع بالضيوفنا من داخل الاستوديو يعني شباب أيضاً رائعين اللي بخلقوا فرق كمان على الأرض سلوة جرادات هي أحد القائمين على فكرة أسبوع حكاية وهي جزء من الملتقى التربوي العربي وكمان سامر الشريف الله يصبح لكم الخير مساعد صباحك كيف أصبحتو؟ طيب إيش عندكم حكايات تحكو لنا ياها على الصباح؟ طيب نبدأ معاكم تحكو لنا يعني أنتم من فترة طويلة يمكن من خلال الملتقى ومن خلال فكرة حكاية بتجمعوا قصص وزوروا مناطق مختلفة ليش وكيف بدت الفكرة؟ خلا في البداية بلشت الفكرة من حب الحكاية لكل حدا فينا يعني كل فرد كان في المجموعة لما جمعنا بالملتقى التربوي العربي وبلشنا نحكي عن حكاياتنا كمجموعة حكايتنا الشخصية فكنا بنلتقي كل اتنين في الملتقى ومنبلش بنحكي كل حدا عن حكاية كتير مهمة بعدين بلشنا فكرة أنه إحنا بدنا نجمع الحكاية من الحجات أو الكبار السن وهون كان كل حدا في عنده سر أو في عنده سبب لحب والحكاية بس كان المجموعة كلها يعني متفقة عليه مثلا إذا بدي أحكي عني أنا حبيت لحكاية من ستي أول مرة لأنه كانت دائما تحكي لنا حكايات وبتغني أغاني شعبية فمن هون إجا حبي وأكيد كل حدا مننا كان في معه وقصة معي حكاياته بس لما جمعت كلها بمحل واحد كان سبب أن نجمع هذه الحكايات مؤثري مكان لكثير من الأشخاص يعني كل شخص أكيد أثر بقصة وقصة للناس التانية ذكرت سلوى موضوع ملتقى التربوي العربي ويمكن سامر يعني كثير من الأشخاص اللي بيحضرونا هلأ مش عارفين أكثر الملتقى وشو رؤيته وهدفه وين هاد المكان وليش بيشمع الشباب أساساً يعني الملتقى التربوي العربي هو مؤسسة فلسطينية شبابية بتعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي الفلسطيني يعني من خلال المشاركين ومن خلال الأصدقاء معنا اللي بيشاركون بالأفكار يعني هم اللي بيدعمونا ما بنطلقى تمويل من مؤسسات أجنبية فهي هي الفكرة الأساسية وبعد هيك بيصف عملنا شبابي يعني عمل مجموعات شبابية في يعني تقريباً ست مجموعات في الملتقى وكل مجموعة بتشتغل في مجال معين مثل مجموعة حكاية واحدة من هاي المجموعات في مجموعة تجوات سفر اللي هي معروفة كتير كمان بتطلع جولات على الخرى والمدن الفلسطينية يمكن شوفناها كمان من خلال الله يصبحكم بالخير طيب خلين روح جولة نشوف أول يوم وكيف كان افتتاح حكاية أيضاً راجعين نسأل تفاصيل عنه أكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية مهرجان حكاية هو المهرجان الأول في فلسطين هو امتداد لمهرجان حكاية السنوي اللي بيقوم في الأردن كل سنة اللي بجمع عدة دول عربية حبينا السنة كشباب ننقله لفلسطين بهدف أن الحكاية هي الاشي اللي بناش نحكي الوحيد هو الاشي اللي كتير مهم اللي موجود معنا على مر التاريخ من أيام جدودنا لأيامنا الحكاية هي الاشي كتير جميل من توارثه للطفال والبنات اللي عنا بحكي لهم حكاية من الزمان يوم بقينا روح نحصود ونروح ناضل نطرح الجيل الصغير يعني زي هذا تروح يوم بدل ما يظلنا في الشوارع دايرين تلقوا في المؤسسة بتفرجوا على السوار بتفرجوا على الحكاية دولة على القصص على أي شي يعني احنا عبارة عن أعضاء أو مجموعة شباب من ملتقى التربة والعربي فكرنا فيهم الأيام أنه نعمل حكاية بدينا حكايتنا بالمخيمات بعدين انتقلنا وقولنا ليش ما نقولها على كل فلسطين على القرى على المدن عدنا لمدة سنة نتجول ونعمل ونوثق حكايات مع الكبار بالسن مع ناس كثير قصص بعيدة عن الواقع مش الواقع اللي بنعرفه كنت في الاحتلال وطلعت وهيك يعني قصص عادية من واقعهم من حياتهم هلا بعد فترة قررنا الشباب احنا هيك فكرا ولا شي والحمد لله أنه اليوم بنشوفه على أرض الواقع قررنا أنه نوثق هذا الاشي في مهرجان أو أسبوع حكاية إنا زي ما احنا سمعنا الناس حبينا الناس تسمعنا كل واحد منها في قلبه حكاية إنا لقطات سريعة من أسبوع حكاية الأول في فلسطين ويمكن حابين تحكونا أكتر عن كيف كان أول يوم يعني سمعنا أنه كان في قصص وبدأتوها بزراعة شجرة إيش بتقصدوه وإيش كانت الفعاليات ليش بلشنا بزراعة شجرة لأنه دائما بنحكي إحنا أنه الشجر والثمر هو غداء لكل الناس زي كيف الحكاية هي غداء الفكر والعقل فنفس الشي شجرة وبعدين علاقة الأرض بالإنسان دائما التغني فكريا فقدي إحنا بنقرب من الأرض ومن الزراعة أكيد بنكون قربين كتير من حالنا ومن كل شي طبيعي حوالينا يعني صديقنا حسن كراجا من أوائل مؤسسين تجوال سفر ومن أوائل مؤسسين الملتقى يعني هو حاليا معتقل الله يفك أسره يعني بس بعثلنا برسالة إنه بوصينا إنه وين ما نروحه إيش منعمل دائما نزرع شجر عشان يكونوا مكان يستضلوا فيه الأطفال اللي بعملوا هاي الأشياء من بعدين فاحنا صرنا فعلا إنه وين ما نروح بنزرع شجر وكأنه يعني تقديرا لإله بوفان لإله سميناها شجرة حسن وقالنا يلا بنزرع شجرة حسن بالافتتاح لو كل يعني لو كل شخص يفكر شخص قريب منه أسير كمان يقوم بنفس العمل بتخيل إحنا مكون كمان أقرب للحرية فيعني كتير حلو هذا التنوع وكتير حلو الأفكار الموجودة تحكينا كيف اخترتوا القصص بأسبوع حكاية يعني بديتوا يمكن من أم عاطف وكان كمان معكم شخص بحكي عن الشجر اليوم فيه فعليات مختلفة لناس من واطق مختلفة كيف حطرتوا البرنامج وقررتوا حكايات الأشخاص اللي تروي يعني خلال أسبوع حكاية هلا هو الشيء الجميل أنه أغلب الأشخاص اللي عم بيحكوا الحكاية هم من ضمن مجموعة حكاية سابقا وفيه أشخاص كنا بنعرفهم من خلال علاقاتنا معهم أو أصدقاء للملتقة أو لأشخاص أفراد من المجموعة كمان كنا حابين يكون فيه تنوع في الحكايات فمثلا أخذنا شباب حكاواتيين شباب واللي هم للسمبلشين جديد بالحكاية مثل فداء عطايا، رشاة حلوة، إسلام صيرفي وكمان حاولنا ندور على حكاواتيين اللي هم الأصل الكبار السن زي الحجر إمعاطف واللي حبينا يكون بداية يعني الافتتاح بعرض لإلها فهيك حبينا يكون فيه حكاية متنوعة ومن أشخاص كمان متنوعة وطرق يعني إسلام قدمنا عرض مسرحي فداء قدمت لنا حكاية أطفال رشا اليوم رح تقدمنا حكاية عن علاقتها بمدينتها عكا وكيف هي بتعيش بهذا المكان ضمن الاحتلال والاستيطان وكل هاي التفاصيل في تنوع يعني في تنوع كبير بالمشخصيات وإنه فيه كثير متنوعة فكرة عاطف أنها تجي تحكي حكاية وهي يعني صح أن الحكي صار فن وصار فيه ناس محترفين بفن الحكي بس كمان الحكي هو لكل الناس لأي حدا بيقدر يحكي حكايته يعني هي مش ملك للناس اللي بدرسوا فن وبدرسوا حكي وبعدين بصيروا حكواتية طب يمكن مجموعة حكاية وحتى في الملتقى يعني صار في عندها كم من الحكاية الكتير غنية وتفاصيل كتير مهمة هل بتفكروا أنه أو هل بتعملوا يعني كنا عم نحكي خلال سنتين أنتوا عم بتزوروا مناطق مختلفة وعم تشتغلوا عليها بتفكروا أنه ممكن توثقوا الحكاية يعني خلال زياراتنا فعليا احنا وثقناها للحكاية فأغلب الزيارات موثقة فيديو أو صوت لهذه الحكايات وفي للأسف بعض الأشخاص اللي زرناهم بعد فترة اكتشفنا أنه هم يعني يتوفقوا فهو شيء جميل أنه قدرنا إحنا يعني نوثق هاي التفاصيل بس كمان شيء بحزن أنه هم خلاص رحلوا فأكيد ولقدام بنفكر يعني إحنا اليوم فكرنا أنه يكون في أسبوع حكاية لا يكون في عرض لهاي الحكاية بس أكيد لقدام بنفكر بأشياء كمان أكبر من هيك ثمر يعني قبل ما نقل إلى تفاصيل مختلفة فكرت يعني سؤال سألته في البداية لسلوة ليش بتشعر يعني ممكن هذا السؤال بتمنى لو أسأله كل شخص في حكاية بس أنت ليش تشعر حالك جزء من حكاية أو بدك تكون جزء من هذا العمل يعني هو يعني جزء من تفكيرنا في الملطق التربوي العربي وهو الأشي الأساسي إنه إحنا كل هدفنا هو التعلم إنه إحنا بنعمل كل شيء اللي بنعملها مش لتنمية المجتمع أو لأي شيء هو بس بشكل أساسي كل واحد لشخص إنه بده يتعلم والحكاية اللي هي إشي كتير مهم إنه نتعلم منه سواء الحكاية الشعبية والتاريخية أو الحكاية اللي بتنحكى من الناس من اليوم يوم تبعهم يعني فهذا إشي كتير بجذبني لأني أسمع كل الحكاية سواء كانت شعبية أو من الناس العاديين يعني إنه هي جزء من التعلم طب يعني فيه سؤالي ممكن بتراود لذهل كتير من الأشخاص ويمكن هلأ تكون هاي النموذج لتجربة ناجحة إذا كان فيه شباب عم بيحضرون مهتمين يمكن في المناطق اللي بيشتغلوا فيها أو بيعيشوا فيها أكيد رح يكون فيها كم هائل من الحكاية كمان الرائعة كتير الناس بتسأل ويمكن نتعودنا بفترات كتير طويلة إنه لازم دائما حدا يوجهنا لازم دائما حدا يدعمنا لازم حدا يدعمنا لازم حدا يدعمنا مصاري ملتقى التربوي ومجموعة يمكن هذا السؤال لحكاية كيف تقدر تبني هذا المشروع هل بتعتمد على حدا هل فيه حدا بوجهها وهل فيه حدا بيدعمها ماديا عشان تعمل نشاط أطخم يعني الأسبوع حكاية نعمل بكل تفاصيله بدون أي دعم بس في البداية هيك بلشنا ولهلأ إحنا ما شيين بدون أي دعم بس الشيء الجميل إنه الشركة الوطنية يعني قامت بمساهمة كتير بسيطة لأسبوع حكاية وهذا إحنا أكيد بنقدره وشي كتير جميل بس من بداية أسبوع حكاية كان كل الدعم من الناس يعني إحنا توجهنا لصاحب البيت رمزي وأكيد كمان بنشكره أعطانا البيت بكل سهولة الأكشاك والسوق حكاية نعمل من البلدية وكمان أكيد بدنا نشكرهم فإحنا الآن ماشيين بطريقة إنه ما في دعم وعم نشغل على هذا الأساس وكان كل الدعم ولينا يعني في صديق لائلنا فادي تبرعنا بسماعات والديجي في أصدقاء تبرعنا بكشفات وضواء ولمكان حتى صور لإنطبعات كل حد أخذ على عاطق وأنه بده يعمل هذا الشيء فهذا الشيء الجميل والذي تقوم عليه كل فكرة الملتقى مش بس أسباح سامر هاد لأسألك عنه هل فكرة الملتقى بالإطار العام كمان يعني بتقوم على فكرة الاعتماد على أشخاص يمكن مش الانتظار الدعم معين آه يعني إحنا من حد ما بدنا من شهر ثلاث 2011 تقريبا بدت الأنشطة وكلها كانت بدعم من الأشخاص وهي لهلا كل نشاط يصير المشاركين يدفعون مبلغ مقابل هذا النشاط وهيك نحن نقدر نجمع يعني لدينا مصاريف غير أجار المكان اللي ما يخذينه فبتتجمع كل التبرعات لتروح لدعم لهذا الأجار يعني بس عشان نغطي هاي التكلفة وبس نحكي هون عن الدعم نحكي قديش مهم الأشخاص يكونوا مؤمنين في الأشي اللي بيعملوه وبالتالي هم بصيروا جزء من عملية الدعم خلينا نشوف صور كيف حضروا بيت حكاية المكان اللي اللي يشتغلوا عليه يعني بتخيل أنه هاي الفكرة الأهم يعني أنه هم نظفوا المكان هم يشتغلوا على المكان ويمكن هاي التفاصيل بتكون ضاعة عن بال كتير من الأشخاص حكونا كيف كانت عملي التنظيف البيت كان يعني ويمكن هاي صارت حكاية البيت بالنسبة للكم فتحكونا يعني أول ما بدأنا في الملطقة لحد اليوم وإحنا بندور على بيت قديم اللي نقدر نعمل فيه كل أنشطتنا يعني حتى الملطقة لهناك ولكن كان يعني صعب أنه نلاقي بيت موجود في رمالله وقريب من البلد اللي نقدر ناخده بأجار قليل ومن متابعتنا لهاي البيوت يعني اكتشفنا أنه فيك كتير بيوت مهجورة وفيكتير البيوت جميلة وأهلها مش سألين فيها وفيه بيوت عم تنهدم كمان فإن كان هون بنوجه رسالة للناس كمان هذه البيوت كتير مهمة نحافظ عليها يعني كتير مهم أنه فيه طاقات ممكن تيجي تنظف هذا البيت وتقعد فيه وتستخدم لأشياء ثقافية يعني مش لأشي اللي يكون بس استهلاك للبيت كمان بدون صوتي لصوتك يعني بالتأكيد في كتير من الأشخاص اللي كان عندهم احتكاك مع الملتقى وسمعوا حتى عن فعليات مختلفة فيمكن في كتير أشخاص اللي كمان عندهم بيت قديم بحبوا مثلا يكون هذا جزء فعال فهي الشباب سأقول أنه هذا البيت كان الشيء دائعنا كيف يتعاملوا المحيطين مع هذا البيت الكل يقب النفايات بهذا المكان وكل يتعامل معه بطريقة مساحة فاضية فهم بقدروا بس ما كانوا يشوفوا الجمالية الموجودة في هذا البيت فأنا بقول لكل الأشخاص مش بس لهذا البيت لأي بيت قديم بالضبط ضروري نتطلع علي من هذا المحل الأكتر جمالية مش المكان الممكن نستفيد منه لأشياء طيب يعني مختلفة وكان آخرها أيضا آخر نشطة مهرجان حكاية الدولة اللي في الأردن وانتو كنتوا جزء منه كيف كان وهل بتنفذ في دول عربية مختلفة يعني شبكة حكاية هي مجموعة من المؤسسات بين مختلف مدن الوطن العربي اللي هي بتهتم بفن الحكي وبتهتم بالحكي بين الناس وبتهتم بإنه بكون بتنظيم من مسرح البلد بالأردن والملطقة التربوي اللي بالأردن وإحنا بدأنا نشارك مع الملطقة بأنشطة تانية بعدين شفنا إنه في حكاية وهي إحنا كتير بتوافق مع أفكار يعني فبدأنا نشارك في المهرجانات اللي بتصير هناك مرة متطوعين ومرة مشاركين في الورشات ومرة بنساعد بأشياء بالتنظيم وهيك فمن مشاركتنا شفنا هناك كيف الناس اللي بيعطوا الورشات شفنا الروح تبعات الحكاية يعني فحبنا كتير إنه ننقل كمان هاي الروح لهن ثلوة يعني آخر شي بدي أسألك يمكن أنت من الأشخاص اللي نسقوا بدوا من سنتين يشتغلوا على موضوع حكاية كثير من الأشخاص اللي بنحكي كلما بنتشارك تجارب أكتر ويكون في بيننا علاقة هايك حميمية أكثر فضروري نضل نحكي دايما وإحنا كمان الملتقى في مساحة مفتوحة للحكاية فأي حدا يحب يشاركنا ويكون موجود معنا إحنا جاهزين إحنا مش مجموعة مفتوحة لأي حدا وحتى لو ما بتقدروا توصلونا إحنا بإمكانهم الانضمام لكم على مواقع التواصل اجتماعي المختلفة تحت اسم الملتقى التربوي العربي وتنسوش البيت إذا في عندكم بيت بدكم تنضفوه منيح في مجموعة جاهزة تستقبل بيت قديم وكمان تحيي في روح ثقافية شبابية رائعة بتمنى لكم التوفيق وأكيد بدنا نذكر أن أسبوع حكاية بمتد لمدة أسبوع البيت حكاية هو موجود بمدينة رامالله بنهاية شارع ركب ممتاز إذا بإمكانكم تنضموهم عادة من أي ساعة ببدأ؟ من الأربعة لسبعة طيب خلينا ننتقل للزميل سلام ونشوف إذا الزلام بده يزور بيت حكاية صباح الخير سلام صباح الخير لكلند والجهود الشاب أيضا وكل المبادرات والتطوع لمصلحة كل ما هو قديم وتجديده وإعادة رونق الخاص فيه شكرا إليك سلام نسمع منك آخر وأهم الأنباء على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء إلى حضرتكم